إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مظل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد إخواني الكرام أتوجه بعد الحمد لله عز وجل بشكر للشيخ آمين حفظه الله والإخوة الذين نظموا معه هذه الدورة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرك في جهود وأن يكتب الأجر مضاعفا عنده سبحانه وتعالى إخواني الكرام أنا سعيد لأنني بين أيديكم أتكلم مع إخواني الذين يأتون فيسمعوننا ويصبرون علينا وهم كلهم طوعا يريدون الخير إلا الخير إخواني الكرام إحنا اليوم نتكلم على موضوع فيه كلمة التربية وكلمة التربية ما قلتها لأحد سواء على وجه الذم أو المدح إلا وهزت كيانه بمجرد ما نسمع كلمة تربى ويربي ومتربي ومشي متربي هذه كلها غير نسمعوها نهتزو في أنفسنا لماذا؟ لأنه كان يوجد خلل تربوي موجود على مدى العصور في الأمة الإسلامية لا نتكلمش على الأمم التي تعيش حياة البهيمية لا نتكلمش على الأمم الكافرة التي إن هي إلا كالأنعام بل هي أضل وإنما نتكلم على الأمة التي نرن منها إصلاحا يعني نريد منها أن تصلح نفسها الأمة اليوم مرضت مرضا عضالا نسأل الله أن يرفعه عنها وإعجبني كلام بعض الأئمة وهو يقول كلمة جميلة جدا بعض الأئمة الذين يعتنون بالتربية يقولون كلمة جميلة وهي أننا نحن اليوم عندنا مشاكل في الدين المشاكل المادية الله سبحانه وتعالى يمشينا الدنيا كما كان الحال وإما المشكلة المصيبة وين اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا المصيبة في الدين ولذلك أشوفوا إخواني الكرام إحنا اليوم عندنا مصيبة في الدين عندنا مشكلة في الدين وصبنا في ديننا وأخطأنا الطريق في كم من مرحلتين دعوية أخطأنا الطريق والإنسان لما يذكر العيب من تاعه ويدكر الأخطاء هذه أول خطوة سيبدأ بها الإنسان في إصلاح نفسه هكذا لأننا نحن وكما نسلحوش نفسنا وما نعترفوش بلي ما ناشى ملاح بلي رانا نمشي في حد الطريق أخطأنا فيها وكما نعرفوش الخلل نبقى ونمشي ومسافة طوال وما نخرجوش ولهذا يجب علينا أن نفهم أين الخلل أحد العلماء يقول كلمة جميلة يقول نحن خللنا في هذا الزمن أننا أهملنا المرحلة المكية النبي عليه الصلاة والسلام دعوته قامت على مرحلتين المرحلة الأولى هي المرحلة المكية وهذه المرحلة المكية التي دامت ما يقارب 13 سنة هذه المرحلة ركز فيها الرسول صلى الله عليه وسلم على التربية الإيمانية يعني التربية الإيمانية المهمة التي انبانت على معرفة الله والمحرك نحو الله اللي هو الإيمان بالله واليوم الآخر وبعد ذلك لما رحل المدينة بدأ ينزل الحلال والحرام هو الحلالي والحرام ينزل والناس يستجبوا بواحدة سرعة عجيبة ولذلك عائشة رضي الله تعالى عنها بيّنت لنا هذا قالت لو كان أول ما نزل لو كان أول حاجة نزلها ربي في مكا وإحنا اجدد هذا ورد نبدي نتبعوه في محمد صلى الله عليه وسلم وإحنا اجدد ونزلنا ربي قالنا ما تسرقوش وما تقتلوش وما تزنوش وما تفعلوش رانا ما نستجبوش لأن الإيمان لأن الوعاء ما عندوش قابلية للحلال والحرام فهمهم ليه حدي ينزل فهمهم ولذلك الآن عائشة قالتنا رضي الله عنها وهي الفقيهة التي تفقهم أهد الأمور قالت لو كان أول ما نزل لا تسرقوا ولا تقتلوا ولا تزنوا ما استجب أحد كلام عجيب يعني قالت له ما هذا ما يستجبوش الناس قالت ولكن كان أول ما نزل في رواية سورة المدثر التي تتكلم على يوم القيامة قم فأندر أندر بشيء سيقع يوم القيامة وزيد على ذلك قالت ولكن أول ما نزل كان شيء من المفصل فيه ذكر الجنة والنار شوف كي تقرأ من صورة قاف إلى صورة الناس لهذه الصور المكية هذه كامل كي تقرأها رح تلقى فيها صورة قاف بقوارعها وتقرأ صورة الذاريات وتقرأ صورة المرسالات وغيرها من الصور التي رح تتكلم لك على ماذا تتكلم لك على جهنم والجنة ويوم البعث والنشور وأيو شيء عظيم هول يقرأ النفوس لما فلما ثاب الناس يعني لما الناس رجعوا الرب سبحانه وتعالى وقرأوا القرآن وفهموه وغير ذلك نزل ربي سبحانه وتعالى فاستجاب الناس ربي ينزلهم الحلل الحرام شوف كي رحوا للمدينة وضربوا تلتاشر سنة وهم يستمعوا في الكلام عن الجنة والنار وعرفوا الله معرفة حقيقية كم شون المدينة ربي قال لهم الحجاب في البداية ربي سبحانه وتعالى حرم الخمر في المرحلة الأخيرة تحريم نهائي زقاقوا المدينة يعني الزرقات متاع المدينة يسيلوا بالخمر يعني حتى الإنسان عنده مخزن تاع خمر وراح للنبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله إنها أموال أيتام ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له أهرقها أرميها راح وأرمها واستجاب ما قالش الله غالب هذه شريطة كي كانت حلال أرمها لماذا هذه مش اسمها مدى سرعة اشتجابة الصحابة رضي الله عنهم للحلال والحرام شبت الآن الفقه لما جاء وتحط في مكانه لقى نفوس واعية مستجيبة تقبل للحلال الحرام الآن لما نزلت الحجاب الحجاب نزل اليوم الصباح حربي المدينة نساء المدينة كل غربان الدنيا سوداء بالحجاب مرة وحدة ما كاش وحدة تقول لك أنا ما زال ما نيش قانعة ما كاش هذيك ني ما زال ما نيش قانعة هذيك نزل لها مرحلة مكية نتجوزوها ولذلك إخواني الكرام هذا هو الذي الله تبارك وتعالى أشار إليه بإعادة الترتيب في القرآن شوفوا القرآن الكريم كين وحد الأسلوب نسموه إحنا أسلوب إنشائي لغتنا أسلوب إنشائي وكين أسلوب خباري في القرآن الأسلوب الإنشائي قل لك فيه طالب واحد يطلب حاجة من عند ربي هذا أسلوب إنشائي لا يراعى فيه الترتيب الترتيب لا يبنى فيه أحكام لأنه هو مجرد عن طالب ما تعرف لي قبلوه ما يقبلوش ما تقبلش ترتيب تبني عليه ولذلك إبراهيم وإسماعيل قدموا طالب إلى الله دعاء بعد رفعهم للبيت ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويُعلمهم الكتاب والحكمة ويُزكيهم شوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو دعوة إبراهيم إبراهيم لما دعا وقد قال ربنا وابعت فيهم رسولا منهم يطلو عليهم آياتك ويُعلمهم يعطي لهم العلم ويُزكيهم ويُعلمهم الكتاب والحكمة ويُزكيهم ربك couchرجو عليهم الجواب هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة يعني يا ربي واش قدم تزكي يا ولا لا وإبراهيم واش قدم العلم وكأنه هنا يفرد الرباني إعادة الترطيب هذه فيها لمحة ربانية فيها إشارة ربانية أن الإنسان إذا جاءه العلم وهو ما راهوش مزكى نفسه ما يش مضيفة ما عندوش قابلية ما يقدرش يستجيب للحلل والحرم بل أنا أقول لك أكثر من ذلك لو كانت حق الإنسان الله يعافيني ويعافك يكون خبيث النفس له حضوض نفسه يحب يتعالى يحب يتكبر عنده أنانية ويروح هذا الإنسان بهذه الصفات الموجودة فيه يتعلم الحلال والحرام ويقول لإنسان يستحضر المسايا الفقهية ويحفظ القرآن الكريم ويحفظ الكتب الستة ويقول لإنسان مرجع في الحلال والحرام أكيد هذا الإنسان إلا أن يشاء الله أنه سيطهى بعلمه هذا العلم لربي داره نلواش داره نبش حلايا نتواضع لله ونعلم الناس ونرحم الناس لأننا أول حديث تتعلمناها على مشايخنا ويشن هو المسلسل الرحيمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء لازم تكون رحمة متبادلة وتتدفق من عند الداعية إلى الله تبارك وتعالى من يجيك الرحمن تام لك ما زالك تتعلمه الحلال والحرام وهذاك الحلال والحرام تعالى في كل رياضيات وش يقول لي زوج علماء كبار والله غير هذا الصف التقيت بزوج علماء كبار ونحن الآن نرانا في زمن لابد من تحاشي الأسماء للمصلحة وش يقولوا وش يقولوا كلمة وحدة كل واحد في مجلسة يقولون هذا الزوجادو والله غير كل تقول أخذوها من مكان واحد يقولوا تعلمنا الحلال والحرام في هذا العصر حتى العقيدة تعلمناها بطريقة زادت قصتنا القلب لأنها مجرد معلومات فقط ما نرشل تعلموا الإيمانية الحقيقية وأنا رح نتكلم لكم واحد الكلام رح نتكلم لكم واحد الكلام حتى ينتبه إخواني ينتبهون إلى كثير من في طريقهم في طالب العلم ولا التعلم ينتبه الإنسان شوف نعطيك مثال الرسول عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك يقول لنا وحد الكلمات في الفقه يقول لنا كلمات هذه الكلمات تأخذ منها حكم فقهي بسح فيها أمر عقدي والله غير يربط الإنسان بربه ربطا عجيبا أنا من رح لك غير فقط في الصيام قال النبي عليه الصلاة والسلام من أكل أو شارب من أخطأ أو نسي فأكل أو شارب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقه الآن الحكم الفقهي وشن هو؟ يكمل يكمل يأكل يكمل يصوم ويعتبر سوباه يعني ما الحديث هذا يا على الخلاف المعروف الآن ومع ذلك يزيد تشوف الحديث وشكين؟ كين جملة يهملها الناس وشن هي؟ إنما أطعمه الله وسقه ليعيش مع هذه الكلمة يعيش أبعاد إيمانية وتواصل مع الله عز وجل يعيش في عالم آخر لأن هذا فقه منزوج بماذا؟ بإيمانيات لذلك لا يوجد أنا أقول لك لا يوجد في القرآن الكريم آية من آيات الأحكام إلا وفيها ضخة إيمانية إلا وفيها ذلك التزيين ذلك لمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك توعظون به يا أيها الذين آمنوا سواء في الخطاب أو في الأسلوب أو في فاصلة الآية تلقى دايما في آيات الأحكام كينة واحد الحاجة ربي يتكلف واحد الكلام بيش يرطب لك قلبك ويجب ذك عنده تولي إمتائك تتعلم في الحكم الشرعي وتتعلم معه ماذا؟ تعلم معه الإيمان لأن الإيمان مطلوب لأن المحرك نحو الله مطلوب تولي تما تخبرش الحلال والحرام كين جينا وقول لك يا أفلان عبلك هذه اللي كدير فيها حرام تقول لي روح تدي حكاية دك ورح كينت روح عنده مرة برها تقولها تبرجي تقول لك انتوما انتوما يقول لك والناس يسبوه فيك انتا قل لكم انتوما زعمة لعبوها تحجوا تعتامروا وانتوما لتصلوا في صف اللول وهذوك زعمة ليلعبوها وليش ولو الناس وليش ما يتقبلوش الحلال والحرام يعودوهما الإنسان اللي يجي يقولهم على الحلال والحرام هذا كل إنسان يقول لي أول عدو عندهم لماذا؟ ما كيش قابلية ما ربيناش الناس على القابلية ولكن لو كان الناس تتكلم لهم على الله واليوم الآخر تعرفهم بالله وش يسرأ؟ يقول لي كين وحدة تربية إيمانية عجيبة وهذه هي أول ركيزة بدأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في عملية التربية التي جاء بها إذن ربي سبحانه وتعالى روي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أن مهمتك يا محمد هي أنك تزكي الناس وتعلمهم فكانت حقيقة المرحلة المكية ركزت على ماذا؟ على التزكية والمرحلة المدنية ركزت على العلم بني إسرائيل وقال عليهم النبي عليه الصلاة والسلام أنتم أشبهوا الناس ببني إسرائيل هدية وسمتة بني إسرائيل علماء ولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وقال ربي سبحانه وتعالى يعرفونه على محمد صلى الله عليه وسلم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك ربي قال أنه وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم عندهم علم عندهمش تزكية نفوس خبيثة البغي موجود بين العلماء في بني إسرائيل ولذلك وقع غضب الله عليهم إذن نحن الآن باش من غلطوش الغلطة تعبني إسرائيل باش من غلطوش في طريقنا إلى الله عز وجل يجب علينا أن نعتني بميدان التربية التربية ثم التربية والنبي عليه الصلاة والسلام كي جاء رب الناس من جوانب عدة وهذا الموضوع التعنى المهم رب الناس من جوانب عدة حتى يؤدي الرسالة والمهمة التي بعثها الله عز وجل من أجلها كي بزاف ناس يجيقون لك الأنبياء جاءوا ودعوا إلى التوحيد نعم هذا العنوان العام هذا العنوان العام ومن ذا الذي يقوله غير هذا ولكن لابد علينا أن نفصل باش نقدروا نمشيهم كما مشوا الأنبياء الأنبياء مهمتهم يزكيهم ويعلمهم كتاب الحكمة لازم نفهمها نفصلوها هذه الدعوة إلى التوحيد هي عبارة عن دعوة فيها تزكية وفيها تعليم نحن اليوم رأنا العلم موجود الحلل والحرام أكثر الناس اليوم يعرفونه ما نقولكش بالتفسير الفقهي ولكن يعرفونه الذي يشرب الخمر بره جل للناس إلا ما نقولكش كامل على بلهم بلي كبيرة مشيغل حرام والمرأة المتبرجة بره عارف بلي يدير في كبيرة والإنسان يو يكل في الريباء عارف بلي ويرتاكل في الكبيرة وليه يتوى في المخدرة نفس الشي وليه يترك الصلاة نفس الشي إذن أين الخلل؟ وره الخلل؟ الأئمة يخطبون والوعاد يعظون والكتاب يكتبون والمؤلفون يؤلفون والواتساب يذكرك يلحق العيد الصغير يعطيك قال أحكام ويلحق العشر الأواخر يعطيك قال أحكام يعني شوف عندنا واحد التزامن في الحلل والحرام عجيب جدا الآن في حياتنا تفتح تليجرام تفتح الواتساب الفيسبوك رأيهم جايين أيام البيض يذكروك كان أيام البيض ومجيين العشر الأواخر تعى رمضان العشر الأواخر فضل العشر الأواخر ليلة القدر المسائل قعد جزء على يدك ومبعدها أحكام العيد ومبعدها أحكام الحج ومبعدها أحكام عشورة ومبعدها شوف ولينا كما قلوا بالقوسين آجور مع الفقه ما شاء الله ولكن لماذا الإيمان ضعيف؟ لماذا نحن الآن في بعدين عن الله؟ لماذا نشعر نحن بقاسة وفي قلوبنا؟ الجانب التربوي ما عندناش مخصوصين جانب تربوي وكي نقول جانب تربوي جانب تربوي هو الأول حاجة فيه هو الناحية الإيمانية والأمر الثاني هو الناحية العلمية والأمر الثالث هو الناحية العقلية والأمر الرابع هو الناحية الاجتماعية والأمر الخامس هو الناحية الأخلاقية هذه خمسة أشياء تتعلق بالتربية عموما هذه خمسة أشياء التي تتعلق بالتربية والرسول عليه الصلاة والسلام جاءنا بآية في سورة الشمس وكأنها تختصر لنا الدعوة أو الفلاحة كله في التربية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها يحطونك العلم يحطونك التزكية شكل هي الغاية العلم وسيلة للتزكية العلم أنت على التعلم فاعلم أنه لا إله لله واستغفر لذنبك فالاستغفار تزكية والعلم هو وسيلتها فالعلم الآن هو غاية في ذاته ولكن هو الذي يوصلنا إلى الغاية العظمى وهي التزكية ولذلك ربي عز وجل لو كان الجينتايا عندك علم وما ركش مزكي ما اعتبركش ولذلك جعل الاعتبار وين في التزكية قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته وينزكيهم ويعلمهم وهنا يقول لك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكأنه يقول لك هذه كلها النهاية أن يكون الإنسان ذا نفسه زكية وهنا نعرف قيمة التربية التي ينبغي لنا أن ننتبه إليها وحنا بصفتنا دعات وصفتنا ناس نريد أن نعبد الله بصفتنا نريد أن نستقيم على طاعة الله ونريد أن نثبت على تلك الاستقامة وبصفتنا ناس طماعين في ربي باش يتقبل منا أي حركة درناها لله سبحانه وتعالى وطامعين في ربي عز وجل أن الله يعفو عنا في كل حركة لا يرضاها الله إذن ماذا نحن طماعين وحابين في الخير يجب علينا أن ننتبه إلى منهج الرسول عليه الصلاة والسلام في التربية لأن هذا المنهج الذي رب به الناس هو نفسه نربي به الناس بركة هو نفسه هو نفس الطريقة ولهذا أول حاجة درها النبي عليه الصلاة والسلام ما هي أنه بدأ يعلم الناس الإيمان بالله تبارك وتعالى الإيمان بالله إخواني الكرام فرق ما بين أنك تتعلم الإيمان بالله لتحكم على الناس والإيمان بالله لتتعرف على رب الناس هما الاثنين مطلوبين في اثنين مطلوبين ولكن أنت الآن أهم حاجة تحتاجها وش هي كيان حاجة التي لا يجوز أن تهمي لها وهي الإيمان الذي يعرفك على الله كيان حواج في العقيدة نقرأهم إحنا في الكتب تأنا كتب نظرية في العقيدة ولا يزهد فيها مهمة كتب هذه وهي كتب يعني كثير منها المنطلق انتعه هو عبارة عن رد على فرق ضل في إثبات الصفات والأسماء وغيرها مهمة هذه ولكن الذي هي أصل قبل هذا كله وش هي أن نتعلم نحن العقيدة الصحيحة بطريقة اللي يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم يعني الجانب النظري والتطبيقي الذي يسري في نفسنا خلاصة الكلام بيش تفهم انتو نفهم انا هو أن العقيدة المطلوبة أولا قبل كلش ولا أزهد في جانب من الجوانب منها لولة كاملة وللي لازم تتلقي بها ربي عز وجل هي العقيدة التي تربطك بالله اللي يسموه احنا الإيمان المصالح النبوي الإيمان بالله وشن هو الإيمان بالله وشن هو الإيمان بالله عز وجل الإيمان بالله تبارك وتعالى هو ابتداء في معرفته ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام شوف الجانب النظري الذي ركز فيه على ترسيخ العقيدة في النفوس وترسيخ الإيمان في النفوس هو ربط الناس بالله قال لمعاد بن جبل يا معاد إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله وفي رواية أن يعرفوا الله وفي رواية فإنهم عرفوا الله يعني يا معاد أي كان وحدة ركيزة لو كان ما تديرهاش في الناس غير ما كان لها تقولهم الحلال والحرام يا معاد كنت تروح عند هذه الناس هذه ماء أول حاجة لازم تبنيهم أنك تعرفهم بالله تبارك وتعالى كيف نعرف الله كيف نعرفها نعرفها بوصفه هو لنفسه ووصف النبي عليه الصلاة والسلام له هذه هي المعرفة الحقيقية التي النبي عليه الصلاة والسلام جسدها في عبارات وحدة أخرى يقول لابن عباس رضي الله تعالى عنه شوف كيف تحب تعرف الناس بالله قال له يا غلام إني أعلمك كلمات علمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة كما في الرواية وبعدها واش قال له قال له وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا سألت فاسأل الله يعني إذا سألت اسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله قال واعلم أن الأمة لو اجتمعوا رفعت الأقلام وجفة للصحف واعلم أن الأمة لو اجتمعوا وفي رواية لو اجتهدوا على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بما كتب الله لك إذن شوف الآن هذا ابن عباس قاله له صغير سبع سنين أو صغير طفل صغير علموا الكلام هذا كبر عبد الله ابن عباس ومات الرسول عليه الصلاة والسلام وجاء بعد ذلك الخوارج في عهد علي بن أبي طالب الذين استباحوا دماء ناس كثير من الناس واحد مقدر يدنى ولا يتكلم معاه كثير من الناس عبد الله ابن عباس هو الذي حورهم هذه النتيجة هذه عبد الله ابن عباس والحين كافي طريقة المحاورة تعو من جات جات من يا غلام اسأل الله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعين بالله واحفظ الله يحفظك واحفظ الله تجد وتجاهك هذه الربطة هذه بالله لغير سهاله في الصغر لقاها في شخصية عظيمة إيمانية في الكبر وهكذا تربى صحابة رضي الله عنهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من سرده وتعليمه النظري في الإيمان أنه جاءه جبريل وقال يا رسول الله ما الإسلام فقال الإسلام أن تشهد إلا إلى الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتأتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان وقال ما الإيمان سأله عن الإيمان فذكر له الأركان سبتا تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسوله وليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وقال النبي عليه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لما سأله إليه إحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا هو المربط هنا لكن ما تفهمش كأنك تراه ما تفهمش وش معتها الإيمان فمهاش علاه لأنه هذك هي الغاية اللي بش توصل لها أنت طريق تحشكون الإيمان قالت الأعراب وآمنا قلهم تؤمنوا ولكن يقولوا يسلمنا الدرجة الأولى الإسلام أراك بديت غير تصلي أنت ما زال ما بديتش تعرف ربي تصلي دخل مع الناس تلاقي الناس تصلي تودى يقلق صلاة ما شاء الله تدخل جنة وتطفي غضب الرب تولي تصلي خلاص ربي ولماش غضب عليك ومن بعد مش كين صدقة بسحدة وليما كنتمد فيهم ورق رايح أنا رايح الجامعة أي علاق رايح الجامعة رأني رايح لله الله عز وجل عجلت إليك ربي لي ترضى شوف من بعد توليت تتوليت تتعرف على الله بأسمائه وصفاته ونعمه في حياتك اليومية بالتوحيد العامل اللي رايح نتكلم عليه الآن هذا كامل يولي قربك من الله عز وجل كأنك تراه مش كأنك تراه تجسده بين عينيك تتخيله لا لا كأنك تراه يعني من كثرة معرفتك بالله صرت كأنك تراه فوليت عندك عبادة راقية ولذلك أنت من كثرة العبادة وش تقولي ديال وكاننا نبدو نبدو نقصره في الجماعة ونحكيه على واحد ونقول لك هذاك الإنسان يا أخو يا واحد الإنسان تعرفنا به ما شاء الله إنسان طيب وش باب وخلقة تعالى الله يبرك وش من طول وش من العرض وش من الخير وش من وجه وش من عينين الأوصاف الخلقية وبعد الخلقية إنسان كريم ما شاء الله بو خالفي إنسان صادق إذا ابتسامه ما تخطيش من وجهه صابور تأذيه مجد الكوال ورحيم ما شاء الله أنتك تسمع ذلك وش ديالنا تقولنا والله غير هذا الإنسان أني حاب يشوفه اليوق بالغضوة تشتق إليه لماذا؟ لأنك سمعت أوصافا كثيرة هذه الأوصاف جذبتك نحو ذلك الإنسان شوقاتك بش ديال إنسان هدف الإنسان الله له المثل الأعلى نحن الآن لما نتعرف على الله تعرف عليه بزاف وتعرف على الله هذا له باب طويل هذا محاضرة ما شي محاضرة كنت تعرف على الله بزاف نعود ونشتاقوله ونحبوه وبعدها تولي انتايا لداخل البشرية تكره الموت والإيمان تاك يحب لقاء الله شفتوش يسراء تولي انتا في البشر كبشر انت بصيفتك بشر تولي تكره تموت لأن بشريتك هذه هي وأينا لا يكره الموت ما كاش واحد عادي بالصح في نفس الوقت إيمانك يريدك أن تلتقي بالله وعاديك تختار تقول للرفيق الأعلى تحب تروح تلاقي ربي عز وجل كي تغلب الإيمان هذا هو اللي قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام كما قال ابن القيم هذا هو من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه قال ابن القيم يتعرف العبد على ربه رويدا رويدا حتى يلحق الدرجة يشتاق شوقا إلى الله ويولي لسان حاله كما قال أنا موسى وعجلت إليك ربي لطبا ويقول لي الإنسان يحب ربي عز وجل قال ابن القيم وهذا هو الذي يهون الموت عن المسلمين هذا هو الذي يهون الموت وهو معرفة الله يعني كتموت محش تخلاص عليك الحالة ولا تروح في حفرها انتكت من تروح حمد الله عند من تروح عند رحيم سبحانه وتعالى فانتعرفوا به هذا بالنسبة الجانب النظري أمتلة يعني قليلة جدا بالنسبة الجانب النظري تعالى النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف بالله نحية الإيمانية وعرف النبي صلى الله عليه وسلم وغرس الإيمان في نفوس الصحابة عمليا وهذا هو التوحيد العملي الذي أدندن عليه دائما في دروسي حتى يرسخ في أذهاننا ويجب علينا أن يمشي في تربيتنا لأولادنا وهذه من أعظم من أعظم ومن أبرز معالم التربية عند الرسول عليه الصلاة والسلام تربية الإيمانية بالذات كان النبي عليه الصلاة والسلام يعامل أمة جلها لا يقرأ ولا يكتب اسمع عمليح كانوا الصحابة قالوا إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب لكنوا الناس الناس كما حفصها مثلا زوجة النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر بعض الصحابة أبي هذو الناس اللي يعرفوا يكتبوا إقلال حاجة قليلة اللي يعرف يكتب الباقي واحد ما يعرف يقرأ ولا يكتب مايقروش ولا يكتبو مايعرفوهش الرسول عليه الصلاة والسلام كيفاش خرجنا ناس بهذه القوة الإيمانية كيفاش هذو الناس مايقروش وما يكتبوش ما عندهوش كراريس يكتبوه ينقلو على النبي عليه الصلاة والسلام كيف خرجنا أمة كي تنزل في ساحة الميدان تعطينا براهين عجيبة جدا هذه الأمة يا إخواني الكرام كان الحاجة يسموها التوحيد العمالي الذي أربي به أبنائي وتربي به أنت أبنائك وأربي به نفسي وتربي به أنت نفسك ولازم يسري في المجتمع في كل لحظة يمشي معك في كل وقت تأخذ كل يوم دروس في التوحيد كيف هذا وانت ماشي في حياتك اليومية تأخذ منهج الرسول عليه الصلاة والسلام نعطيك من ثلاثة والأربعة أمتلا وانت يعليها قس فإن ذلك كثير عند الرسول عليه الصلاة والسلام وانا نجمع فيهم يعني كل مرة نجمع شوية منهم شوف نعطيك مثال الرسول عليه الصلاة والسلام منذك تكون لقطة صرات في الحياة لقطة انت تشوف فيها لقطة بشرية نرمى العادي صحيح النبي عليه الصلاة والسلام لازم يجب منها موعيدة ويربطها لك بالله عز وجل الصحابة شوفوا القمر شوفوه بدر شوفوا القمر يضوي كامل بدر شباب ما شاء الله وحنا ممكن نزومي وهنسوره ما شاء الله شباب ما شاء الله يضوي ليلة مقميرة الله يبارك حاجة مليها احنا عندنا النظرة البشرية تحبس هنا الرسول عليه الصلاة والسلام هذا اللي نسموه احنا الآلاء والآيات إنما هي عبارة عن دليل على الله تدل على الله قالهم هكذا ترون ربكم يوم القيامة لا تضمون في رؤيته يعني الصحابة قعدين والنبي عليه السلام قعدين في الصحراء الله كذا ويشوفوا في القمر والقمر ليلة بدر حاجة شباب بالصحة النبي عليه السلام ما خلهاش غير في حاجة شباب انقلها إلى ماذا توحيد عملي يعني تولي انتفي أي حركة في الحياة علم الصحابة أنهم ينتقلون إلى الدرس من درس توحيد يعني الصحابة قالوا هكذا يا رسول قال لا تضمون في رؤيته فمن استطاع منكم أن لا يغلب على صلتين فليفعل شوفوا الآن رحت حكاية واحدة أخرى كاملة يعني كنا في القمر ولنا الآن نرى نمع النبي عليه السلام تكلم من نعلى رؤية الله يوم القيامة وأننا سوف نره ولا نتزحم ما نتزحموش كما يشوفوا القمر ما نطابعوش باش نشوفوا القمر كل واحد في بواس في يشوف هكذا نرى ربنا ينقيون في دي الناس الله عز وجل الله يحرمنا وياكم إذن شوفوا النضرة عن النبي عليه الصلاة والسلام من النضرة إلى القمر أعطا لهم درس نفس الشيء فعلا مع الشمس وهي تغيب غروب شمس جميل نتصوروا معنا كوش يتصولي حاجة شابة النضرة البشرية تنتهي إلى جمال جمال هذه السقوط الشمس شابة مع البحر ولا مع الصحراء ولا ما شاء الله من لا مع الجبل هذا ما كان نحن كنشوفوها نعطلها تصويرا ما نزيدونها هذيك نظرة بشرية الرسول عليه الصلاة والسلام خلانا احنا منعيشوش كيمة القول احنا نزيدوا شوية احنا عندنا نظرة بشرية نتمتعوا بيها نصوروا معليش صوروا الشمس بك اش مشكلة حلال بس احنا عندنا حاجة عندنا موعدة باش نقوم مربوطين دايمن بربي سبحانه وتعالى قالوا النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا ذر شوف الشمس قالوا يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه قالوا على البك هذه الشمس تروح قالوا الله ورسوله أعلم أبو ذر قالوا معبليش قالوا هذه تروح عند عرش الرحمن تسجود باش يأذن لها ربي باش زي تطلع من المشرق جيب اوتوريزاسيو رخصة معد الله باش تعاون تطلع من المشرق غدوة فيوشكوا أن يأتي يوم يوشكوا أن يأتي يوم تستأذنوا فلي أذن لها فترجعوا من حيث ذهبت فذك يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت أو كسبت في إيمانها خيرا شوف موعظة هز القلب عن غلق باب التوبة وطلوع الشمس من مغربها وفي يوم تقع الندامة ولا تنفع الندامة في ذلك اليوم يعني بمعنى النبي عليه الصلاة والسلام رأوا يتكلم على اليوم الآخر وحاجة عظيمة جدا من جوانب الإيمان وهي اليوم الآخر والرسول عليه الصلاة والسلام انطلق من واش انطلق بمجرد رؤية غرب شبس هذه سموه توحيد عمالي وش معنى توحيد عمالي نبقى نعاود لك بش تبقى رسخة في ذهنك أنك ما من حركة في حياتك اليومية إلا ويجب عليك أن تجعلها لله وهذا هو اللي يعبره عليها علماء السنة بأنك ترى الله حيثما ذهبت مش معنى حلول ولا اتحاد ولا وجود الله في كل مكان بمعنى أينما رأيت آية من آية الله دلتك على ربك سبحانه وتعالى يدلك على الله عز وجل إذن احنا نزيد ونشوف الرسول عليه الصلاة والسلام يزيد تسرى لقطة واحدة وخرى يزيد يذكرهم بربي سبحانه وتعالى يشوفهم يشعلوا في النار والنار هذي احنا يشعلوها كل يوم كل يوم يشعلو كوزينيار كل يوم نمشوف الصحراء في البحر في الغابة يشعلوا النار كل يوم يشعلوها النار ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام شوفهم يشعلوا في النار قال لهم ناركم هذه التي توقيدون لنار جهنم تفضل عليها بتسعين وستين جزءا يعني قال لهم النار النار هذي لكم تشعلوا فيها ذلك جهنم سبعين مرة دعفتحها صحابة اهتزت قلوبهم من هذه الكلمة قالوا يا رسول الله والله إن كانت لك كافية قالوا له والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله العظيم غير النار تعددني وكان يعدد نار بها غير تكفي تعددنا نتعددوا غير بهذه نتعددوا شوف صحابة كيف استجابوا وخشعت قلوبهم لمجرد حركة لعلها مش غير الإنسان ما يعيش هكذاك ربي عز وجل قال إنك إن وحد النوع من الناس عايشين يأكلوا ويشربوهم على برمشوا رايحة غفلة عظيمة قالوا والذين كفروا يأتمتعون ويأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار مثول لهم هو روا ماشي رايح الجهنم ويأكل يأكل ويشرب ويتمتع هو رايح الجهنم بس حلو كان تنذره تقولوا أقرح جهنم وكان يفيق تقولك مشان يندير لازمني ذكر لازمني رجوع إلى الله لذلك إنهم إلا كالأنعام بلهم أضل لمهيما وكان جيبها الصباح في العيد جيب كمشت على العيد الصباح احتدبحون تاعة 8 ونص هو تعطيه للقرق على 8 يأكل عادي يأكل عادي موش سامع قاع بالدنيا وهو راح يتندبح أو يأكل هكذا ربي شبه هؤلاء قال يأكلون كما تأكلوا الأنعام والنار متول لهم قاعدين يأكلوا يشربوا احنا لا احنا مشي هكذا احنا لازم لك يا إنسان كيسق سيوك بره في الشارع يجيوا ليك هكذا يقول لك هكذا ميكروفون علاش اوجدك الله هنا واشاك قاعد تدير هنا في زيارة بتايا واشاك قاعد تدير علاك ما نقول لهم شاكنا قاعد يأكلون شربون كبيرون ربيوا دراري كذا لا لا هذه لا لا هذه عبك هذه هذه خلاص هذه اسمها اهداف حيوانية يعني يشترك فيها الإنسان والحيوان مش يتعنا احنا هذه عبارة عن حياتنا هذه ماطية كم يسموها احنا هدفنا هو أننا نلقى الله بقلب سليم هدفنا تحقيق عبودية الله في الأرض عبادة الله زوجه الوحدة ولا شركة لها هذه العبادة هي الهدف الأسمى عندي أنا نحققها أحقق منها ما استطعت هذه هي الأهم حاجة الإنسان يرمي إليها في حياته اليومية ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مكنش يخليهم يغفلوا مش يرانا قاعدين برك قصارين برك كل حاجة عندها معناها ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا نعطيك مئة ألف أبو ذر الغفاري ونبي القوصين وجدت أن النبي عصر معه أبو ذر الغفاري استعمل كثيرا هالتوحيد العملي مر يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام على أبو ذر وجده يضرب غلاما له هو أحقى أبو ذر الغفاري قال وحد النهار قال أنا عندي غلام قعدت نضرب فيه يعني قباح كما يقولوا احنا يا أبو يضرب فيه قال فمر علي النبي عليه الصلاة والسلام وقال لي شوفوا ليه قال لي اضرب أبا ذر اضرب على روحك واعلم أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا الغلام قالوا واعلم يا أبا ذر بل يا ربي قادر عليك يوم القيامة أنه يجيبك ويعذبك لك أن تستهل العذاب يعذبك وقادر عليك ويتمكن منك ما عليك أن تهرب منه أبو ذر عبك اخداها في نفسه قال فسيبته خلها يروح ما قدرتك لماذا مشي على جلك يضرب الغلام وإنما أراد النبي عسلم أن ينقو له من تلك الحادثة البشرية إلى ماذا إلى أمر إيماني عظيم وهو قدرة الله على خلقه أنه يستطيع أن يأتي بينا جميعا ويوقفنا بين يديه ويستطيع أن يعذبنا ويفعل فينا ما شاء سبحانه وتعالى إذن الله قادر علينا وزيد على ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام أعطى لهم درس عظيم في رحمة الله وجد مرأة من السبي بعد معركة من المعارك تبحث عن السبي وجدت سبي ألقمته تديها يعني وقت فل صغير هكذا سبي لماته في صدرها وعطاته يرضع فالرسول عليه الصلاة والسلام واقف مع الصحابة فنظر إلى تلك اللقطة احنا بالنسبة لنا هذه النقطة هي عبارة عن لقطة فنية إعلامية جميلة جدا كون يصورها الإنسان يعني بعد الحرب هكذا يا وتجيب انت الاخر الكاميرا تاعك وتلتقط هذه الصورة كيفاش نمرها هديك رفدت أنا نقول لك هذك الفيديو الفيديو يولي هو اللول في العالم تريند كم يقولوا احنا بصح الرسول عيسى انكشف اللقطة هذه مع الصحابة أعطى لهم فرصة فرصة لشرح صفة الرحمة تعربي صلى الله عليه وسلم ولن تستطع أن تصفها كما هذه قال لهم أرأيتم هذه طريحة ابنها في النار قالوا لا يا رسول الله في رواية ما فش قالوا له ولا مرأة من نسائنا تطرح ابنها في النار أبدا قالوا موش رأيكم هذه المرأة تقدر ترفضوا ريدها ابنها تنحيها نسترها وترمي في جهنم ولا في النار قالوا لا أبدا قالهم النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعبده من هذه على ابنها من أن يلقيه في النار يعني ويقول لك ربي رحيم بك بشير ميك في جهنم غير أحب أن تدخلها ولذلك الآن أنا لا أعطيك أحد حاجة تقدر تلقى وصف للرحمة وتفسير للرحمة والله جب تعرفتها الدنيا كاملة كلمة الرحمة تعربي ما تلقى لها شيء دعم يعني الصحابة شوفوا رحمة ربي عزوجي الأمامهم هذا التوحيد عملي غرزه النبي عليه السلام في نفوس الناس وكان عليه الصلاة والسلام يذكر الناس باليوم الآخر كان من تربيته للصحابة أن يذكرهم باليوم الآخر بعدما عرفهم بالله والتذكير باليوم الآخر كان من شأنه عليه الصلاة والسلام وندت محاضرة أمس كلها في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في التذكير باليوم الآخر ومن بين ذلك أنه عليه الصلاة والسلام كان يذكر لهم تهويلا أن يوم القيامة فيه أوصاف عظيمة ذكر لهم الميزان وعظمة الميزان ذكر لهم الصراط وعظمة الصراط يعني لما تسمع الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يتكلم على الصيراط أنت تستحضر كل أفعال انتعك لممكن تطيحك من الصيراط ولممكن تنجيك ولذلك قال فيؤتى بالصيراط يوم القيامة ويؤتى بالآمانة وسيلة الرحم آمانة وسيلة الرحم يتحطوا على الجانبي الصيراط يشد الإنسان ما يطيحش الإنسان الذي يصل رحمه وصاحب الأمانة يعني يشوف النبي عليه الصلاة والسلام يبين صحابة رضي الله عنهم أن التذكير باليوم الآخر يجب أن يكون تذكيرا فاعلا في الناس يعني يحركهم نحو العمل يعني بصفة أخرى الكلام على اليوم الآخر ليس متعة كم الكثير من الناس يحبوا يتكلموا على الجنة والنار ليس متعة وإنما هو شيء يجب أن يحرك فيك العمل ولهذا لما جاء واحد يسأل الرسول عسى سلم قال له يا رسول الله ما تسعى وش قال له النبي عسى سلم وما أعددت لها هذا هو الصح أنت كم طالب مش يوقتاش كم طالب وش وجدت لها لذلك النبي عسى كان ماذا يفعل كان يحط الناس ويذكر لهم ما يحركهم نحو العمل في اليوم الآخر ولهذا كان يذكر اليوم الآخر ويذكر معه الأعمال التي تنجي والتي تغرق وصاحبها في نار جهنم ومن أمور كثيرة في الترغيب والترهيب في اليوم الآخر وذكر الجنة وذكر النار يعني وصفهنا حنظلا قال تذكر لنا الجنة كأننا راها رأي عيد يعني من قمت لي كان يشرح لهم الجنة والنار قال له حنظلا كأننا كنا نشوفوه الجنة قدامنا دقة الوصفة عن رسول عسى السلام وهذه دقة الوصفة هذه يا أخواني الكرام ليحدث التصور لأن التصور اليوم الآخر الدقيق هو المحر يكون نحو الله شوف نعطيك حاجة إنسان ما يصليش أنت يحبي التهديه إلى الصراط المستقيم وحبي تقوله روح تصليه وش يحركوا لصلاة وش يخلي الإنسان لي كان يلعب بره ويتفرج في الأفلام ومتكسل في دارهم وكان حلاك له الدنيا بره يلعب وعنده بزاف أموره يتعيط له بره وشهوات وش يخليه يحافظ على خمس صلاوات في اليوم الليلة حتى يموت ما عنده عطلة ولا يتوقف ولا نهاية الأسبوع كل يوم خمس صلاوات كل يوم وش يخلي الإنسان يثبت على هذا لو كان ماشا يوم الآخر لذلك كان يقرنه الله من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه فليقل خيرا وليصبت فلا يدخل حليلته الحمام فلا يدخل أن الحمام إلا بذي ساتر أو بذي مئزر كلها هذه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إذن يؤمن بالله نعمل العمل لله واليوم الآخر المحرك الذي يحركني نحو الله يعني ما كشحجت حركك نحو العمل كما يوم الآخر لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكره اليوم الاخر كمحرك هكذا محرك يحركك نحو الله تبارك وتعالى ولهذا انتو كنت جيب الانسان هذاك لي ما يصليش وتقصر معه سمانة ما تجب دلوش الصلاة وقاله احكي له قوله شوف والله غير حبي تنويك نديره قصرة ونحقه له واحد الموضوع ما شاء الله تتمتع كنت سمعه رح نحكي لك منهار يموت الانسان حتى يدخل الجنة ولا النار أنا حلف لك إلا إذا كان ربي حبس له الهداية والله غير واحد يقول لك أسمعه وريدك بشي صلوه واحده علاه رح يشوف المصير تراه ربي عز وجل لما أرد أن يحرك النفوس في آيات بتاع الأحكام قالوا واتقوا الله الذي إليه تحشرون ترجعون إليه مرجعكم جميعا يعني كنت تقول لواحد نهايتها الوقوف بين يدي الله يحبس يعود يرجع الأعمال تاعه لأننا نحن على نطغاو نطغاو جي سببين اثنين الطغيان الأول هو أن تستغني يعني الله أن رأاه استغنى والأمر الثاني ويشن هو ننساوه يوم الآخر ننساوه ننساوه كل واحد فينا رو يطغى فديك اللحظة تعالطغيان رح ينسا بالليه رح يوقف بين يدي الله حفات عورات كما ولدتنا أمهات هنا ينسا كي ينساوش يدير يعق والديه يضلم الناس يسب الناس يفعل ما شاء يترك الصلاة يفعل كل شيء نتيجة ماذا النساوه الغفلة هذه هي التي فعلت بنا هذا إذن نحن اليوم النبي عليه الصلاة والسلام كنت أمل في طريقته في التذكير بيوم الآخر أن تذكيره لليوم الآخر ليس مجرد تذكير تعمتعه وإنما من أجل الدفع بالناس نحو العمل وليهذا قالوا وما أعدت لها ولهذا ذكر النبي عليه الصلاة والصاحب الزكاة ذكر لهم العذاب يوم القيامة قال يأتيه حية تأتيه يعني شجاع أقرع يأتيه يقول أنا مالك أنا كذا أنا كنزك يعني هذا كامل ماش حكم شرعي وهو حكم ترك الزكاة يديك الجهنم يعطيك تسويرا في الجهنم يعود يجيبك علىه علىه جدنا الجهنم ورنا عوجبنا علىه حتى يحدث الترهيب وعلىه النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا في اليوم الآخر وعطانا هذه الموازنة حتى يحدث الزهد في الدنيا والتعلق بالجنة قال لنا لما نديل يلقى الصحابة وشقا يلقاهم يمسوا في واحد الحرير جامل عند الروم بعتوهم قطعة من قماش حرير حرير حقيقي طبيعي الصحابة حكموها كما يمسوا فيها يعني ما ألمسها ليس خاليا قال لهم النبي عليه الصلاة أعجبتم من هذه قال لهم خلعتكم هذه قال لهم لمنديل لمنديل سعد بن وعاد في الجنة خير مما طلعت عليه الشمس يعني شوف اسم عزمصين يعني المناديل التى سعد بن وعاد من ديل خير مما طلعت عليه الشمس يعني خير من هذه لك في يدك أنت يعني بشي بيين لهم بأن الجنة أي حاجة كبيرة وتتعلق النفوس بسمع هذه الكلمة وتزهد في الدنيا تخليها الدنيا تقول لي ما تتعاركش على جالها تقول لي ما تقتلش على جالها تقول لي ما تهجرش على جالها تقول لي ما تسرقش وتخطف على جالها لماذا؟ لأن نفس الإنسان متعلق باليوم الآخر تصور تصور معايا أنت لو كان جينا حنايا نستحضر اليوم الآخر في كل أيامنا ولا يلينا كيف يكون التغافل والتسامح وغض الطرف والتجاهل وكل واحد والطراح فيما بيننا كيف يكون حال ناس حال إنسان الذي اعتاد السرقة واعتاد ترك الصلاة واعتاد عقوق الوالدين كيف يكون حال إنسان يفكر في اليوم الآخر وأنا نعطيك مثل بركة ونمشي النقطة الأخرى باش ما نطولش نعطيك مثال في ماذا تأثير اليوم الآخر في عبادة الإنسان شوف نهار إنسان يكون خارج طريق جماعة كاملة رأنا في طريق مش مليحة نتبلو بنات الناس نشربو الكاشيات نقريسي ونعملو نصهرو نديرو كل شيء رأنا قاع جماعة فجأة مات واحد فينا في عمره 22 سنة مات خلعة كبيرة أو كان معانا البارح شبيه الآن هذا الإنسان نحن نجو للمقبرة نروحه عند الإمام ونجيبه للنعش ونجوه ونحن كنا ببيتين في حالة ونحن ببيتين في حالة وجينا لا صلاة لوالو وبعد ذلك نهار وش نديرو نحن نجو نغتسلو كادم ننبسو قمص ونجو نجيبه صاحبنا ونجيبه الجماعة ونصلوه وبعد الإمام كدر نطلة سمعنا كاملة ونحن بصفلوه معهنين علاه لأننا نطللنا على يوم الآخر وجينا شوال جاء واحد قالنا اي راح تموت وكما هذا اسمعوا عباكم بالنهاية هكذا وزيد قالنا رسالة أخرى وشنية أن الموت لا يخطأ يعني تقدر 2220 سنوات تموت على بالك ما تسمناش ما تسمعش هذي كشكو تتخمم شوال تنضربك صفحة تتقول يا مازلنا احنا رأنا نقول الزهو وكادا ونزهو حتى 30-35 باش نبدأوا نتزوجه بعدها باش نبدأوا نديروا الدار سمع درنا واحدة المرحلة قبل هي الزهو بلا زواج ونبعدها رأنا مبنينا نطولينها ونبعدها 22 سنوات سمع الحالة راه صح فصل ماشي هزل انتوا وش الدير جي تجري شوال صفحة ضرباتك ونبعدها سرعان ما الإنسان نسأل الله يثبتنا جميعا على كل حال سرعان ما كثير منهم كان يثبت هذيك يطريق تعو ما شاء الله يعودي ولي وكاين هذيك المرارة المرارة عجبتو وكايني مسكين يعودي ولي يعودي يطلق الطريق لأنه انساء خلاص تناسى هذك الموت وصاحبه هذي الشوك وكذا انساءها بسحة الأخر لا لا قاعد على قاعدة هذيك اليوم الآخر ربي وفقه دايما يذكر يذكر ويمشاء فهذيك الطريق نسأل الله يتوب علينا جميعا إذن شوف أخي الكريم كيفاش كان الرسول عليه الصلاة والسلام يركز على وحد النقاط وحنا نقول كلمة يركز يركز وش معنا يركز يجعلها هما له في حياته لأنه مجالس الرسول عليه الصلاة والسلام وش يقول العلماء يقول استقراء الأحاديث تدل على أن مجالس النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي كانت مجالس موعظة ورهبة ورغبة في صحيح مسلم قال هم ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة وإنما تمي بن أوسداري قد أسلم قال العلماء هذا فيه دلال على أن الأصل كان يجمح من الرغبة والرهبة وحنضى لا وشرح لنا مليح قالوا إذا كنا عندك تشرح لنا قالوا تذكر لنا الجنة كأننا رأي عين وتذكر لنا النار كأننا رأي عين يعني النبي عليه الصلاة والسلام كانت جل مجالسه وش هي يقعد مع الناس يذكر لهم الجنة والنار واليوم الآخر والميزان والسيرات كذا حتى يحدث هذه الكلمة اللي حبيتها توقع لك في فؤادك حتى يحدث التصور المحركون نحو الله شفت التصور تدخيل لازم تنبض عينك تدخيل خطوات على اليوم الآخر بالهول هذا لأن التصوير القرآني والنبوي مش هي هذا كبر تفصيل تفصيل عجيب وعلى نحضرنهم حول جهنم مجيثية الأغلال يعني تشوف ناس مكتفين كذا وجيبينهم أجنو تور تور على جهنم وبعد يرموهم يعني حاجة كبيرة تصوير عظيم من الله عز وجل وقل إذن هذا بالنسبة ماذا التربية بالإيمان بالله عز وجل والتعريف به التربية باليوم الآخر التذكير باليوم الآخر وعبنا التربية يا إخواني كيرام وشن هي التربية بالعناية بالنفس الاعتناء بالنفس يعني نجيبها لك بحاجة رحد أخرى أنك خليك من الناس خليك من الناس موحد البابة أو كان الناس يقولوا هذه الكلمة باش ينحيونا الأمر بمعروف أنه عم منكر وينحيونا النصيحة خليك من الناس من حيث تتبع ورات المسلمين خليك من الناس من حيث ما صنعوا يرحم والدك يا أخي الكريم قال لك النبي عليه الصلاة والسلام من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه وقال للمرأة هذه اللي قتله وإنه في جنة قال وما يدريك لعله تكل ما فيما لا يعنيه يعني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ما لا يعنيه ممكن تحجبه عني الجنة قال لك تكل ما فيما لا يعنيه دخل روحه في حاجة خطياته ومن ذلك ندخله روحنا بالتألي على الله نحكمه على الإنسان باللي في جهنم ولا في لا بخاطئنا هذه تعربة يسم الله وإنه إحنا إحنا وش نديره ننذره إحنا ننصحه إحنا نأمر بالمعروف نهو عن المنكر ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وماذا بينا إحنا ما نخلو إنسان من البشر مهما كانت مكانته ما استطعنا نصير إليه إلا أننا نمد له اليد ونجيبه ونقول له ما شيرك يطريق إياك 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 هذين مهمتنا بس حكينا حاجة يا أخوي أنت يدك تبنيت ولا ريبت ولا طلقت ولا زوجت ولا عندك شريت سيارة ولا عندك درام في الدار ما عندك ولا تنخبين أنا أعلى أنا أعلى لأعتني بك في الأمر هذا أنا عندي أمور مهمة جدا لازم لأعتني بها أنا عندي حاجة أنت مسلم كمانا ونتمنى أنك تكون خير مني والله يسهل عليك وندعي لك بالخير هذه هذه القلوب النظيفة هذا هو المسلم من حسن إسلام المرء تركهما لا يعنيها نعم شيء ماشي حاجة ماشي حاجة مفيكم مرك الله مفيكم أبو المرأة نعم نعم لنشوفه مكان هذا مفيكم لغمي أني أنا ولد العاصحة أول مرأة نجيل هنا شفتها صحي عظيم صحي عظيم ماشياء الله الله ينفع بكم اشتركوا في القناة ما شاء الله. إلا يبيركم السجد عظيم إن شاء الله. تفرح تشوف الله. نعم إن شاء الله. نحن عمنا حلقات عبدالله سبحانك نعم سوف ندروا مثلا ندور علمية تخصط طلبة. نعم مثلا مثلا أنا ندور علمية في علم مواريتي درنا شيخوان زائري. نعم. نعم طلبة العين معروف منتصنا وشان يطلب الجامعة يوجيز فيها. مثلا في حول الأعمى. نعم. هنوم يستبدوا مثلا. هذا مكانيه. ما تكن على دواتهم في نظرة ان شاء الله بن الله ان شاء الله يكون مقبل ما شو نحروم. ان التحديات المعاصلة التي تُواجه حيبهم. ايه بكم صح. 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 صح بنا ذلك الوقت عمنات. ما شاء الله. عكس يا بنا تتكلم عن الايمان ويوم الاخر. يماذا دي حاليهم والآن رزمة جامعة. من ملكنا. والسبب التي لا استقع فيها. هذه هو. لا لا ما شاء الله إذن إخواني الكرام من وسائل تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه أنه كان يقول للناس لا تتبعوا أوراة المسلمين يا معشار من آمن بلسانه ولما يدخل الإيمان في قلبه لا تتبعوا أوراة المسلمين أنت تسألني سؤال قل لي مفهمتش وش طريقة تربية هنا يعني كيف هشي تربى الإنسان ما شي ما أنت يقول لي مربي معنتها أنه ما يدخلش روحه برك كيف ما يدخلش روحه وهذه انفيداتها رهي وسيلة إلى رقي الإنسان أنك أنت بقدر ما تترك أمور الناس ما تدخلش روحك فيها يعني الأمور لخطياتك ما تدخلش روحك فيها بقدر ما تكون أنت إنسان تعتني بنفسك يعني تفرغ الجهد نحو نفسك أنت قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها هنا نستعملوا هادية عشرة هذيك اللي يقول لك كل شي تتعلق مرجليها وكل واحد يدخل في قبره وكل واحد يقرأ في لحته هذو ما كاملين نحن أعيان نقول لهم هادية في هذا الباب أما في الحيث النصيحة حيث إيدس تنصحه فلينصحه الدين والنصيحة الأمر بالمعروف أنه عن المنكر ما نستعملوش هادي في هادي وهادي في هادي ما نغلطوش ننتقل إلى نقطة أخرى من وسائل تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه هو تربيتهم على العمل وعدم التواكل عندنا كثير من الجهات نتواكل فيها احنا كين بعض الناس كين بعض الناس أنا إنسان خمار لقيته إنسان هكذا خمار يعني مسؤول في إدارة معينة جلست معه في مقابلة سكران قال لي حناية مرطية قلت له نعم من بعد قال له بابا إيمام حافظ ستين حبي لحق لي رسالة بللي معليش نسكر حبي يقول لي بللينا يا كين نضربها بخطة بابا حافظ ستين معليش شوف الإنسان أحيانا يتواكل من ذلك يقول لك حنايا احنا طينا دياننا ما شاء الله احنا من عبك بابانا جدنا كان كذا اسمع من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه لا أنسب بينهم يومئذين ولا هم يتساءلون دير في بالك باللي يوم قيامة وحدك ناداها الرسول العسل عطانا وحد العمل عجيب عطانا هذا مثال بيش مزيش تكلم كامل يا فاطيمة بنتا محمد قالها شكي ما محمد قالها يا فاطيمة بنتا محمد لا أغني عنك من الله شيئا سأليني ما شئتي ما بدا لك قاله شوفي أعطيني أعطيني قولي لي وش تحبي نجيب لك نجيب لك تشاهيتي حاجة نجيبها لك تقوليها مش مشكلة عند ربي لا أغني عنك شيئا شفت كيفاش ما تخطيش تقول عبك أنا أخوي هذاك لا بابها لي كان في جمعية علماء المسلمين بكري مع ابن باديس تسمى هدك هدم يغني عنك شيئا هو وحده يتحاسب عبد الله وحده يتحاسب عبد الله يا رجل عملك رباه مقدر نبي عليه الصلاة والسلام لا يتوكلون عندهم العمل مباشرة أخدم ومن بين ذلك كان يقول أيقظوا صواحب الحجورات يلا نسا توعوا نساها نوضوهم يروحوا يصلوا على روحهم يقوموا الليل باش يتقموا الفتن ويعمروا الأعمال الصالحة التي تثبت قلوبهم عند الفتن نوضوهم لأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام راح يعيشوا عشرات السينيين راح يعيشوا عشرات سينيين قرب 40 سنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام عايشين الآن راح يشوفوا الفتن إذن رباه ملتمة ملتمة هو عايش قال نوضو قوموا الليل بادروا بالأعمال فتنن كقطع الليلة المضلين إذن ما كاش هنا عندنا في الدين تعناتها وأكل تربية النبي عليه الصلاة والسلام تربى الإنسان على العمل أنك أنت كما قال عليه الصلاة والسلام في برمجة مش العقلية النبوية البرمجة النبوية واش قال؟ ثلاث كلمات قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقول لنا لو كان كذا لكان كذا فإن لو تفتح باب الشيطان ولكن قل قدر الله ما شاء أفعل إذن شوفوا إخواني الكرام تربية عجيبة باش كل واحد فينا يشمر على ساعديه ويخدم نقولش احنا أمة محمد احنا ملقابين الفلانية لا لا اخدم مباشرة وأمر الآخر نبي اسم رب عليه أصحابه وهو حب الخير للناس وللخلق حب الخير للناس لذلك رفع لنا مستوى العمل العظيم إلى أن جعله أفضل الأعمال وهو إصلاح ذات البين على إصلاح ذات البين أفضل الأعمال علىه لأنك أنت ما تصلحش ذات البين حتى تحب الخير للناس ما كش نما ما شاء الله ما كش إنسان تريد للفرقة رايح جايب هادك وهادك لديهم عشرين سنة ميت هادروش ورايح تجمع بيناتهم وما شاء الله إذا فيك الخير ولذلك رغبك في إصلاح ذات البين حتى يبين للناس أن الحب الخير للآخرين هو أولى من العبادات ولذلك وش قلنا في مسألة التفاضل ماذا قال خير الناس أنفعهم للناس خير الناس أنفعهم للناس حب تخير مني حب الخير للناس أكثر مني يفضلك الله تبارك وتعالى ومن بين ذلك بينا لنا أن شوف الأعمال كامل اللي فيها تعدي فضلها وقارنها بالعبادات حتى يبين أن القول بالنظيفة تنال عند الله ما لا تلاله غيرها قال الله عز وجل قال النبي عليه الصلاة والسلام القائم على الأرملة والمسكين أو اليتيم كالصائم بالنهار القائم بالليل شفت واحد واحد عنده جمعية ولا يقوم على أرمالة ولا أرامل ولا اليتام ولا هذا يا عنده جهد عظيم وربي يكتبه بليره يقوم الليل ويصوم النهار شوف من الأعمال سائع لا لأنه عندك قلب يتعدى ويحب الخير الآخرين ومن الأمور الأخرى الترغيب والترهيب في باب حسن الخلق وسوئه كان النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة يرغب الناس في حسن الخلق حسن الخلق لهو من أبرز معالم التربية عند النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه الصلاة والسلام يقول للناس إن من أحبكم إلي وأقربكم مني منزل اليوم القيامة أحسينكم أخلاقها وكان عليه الصلاة والسلام يقول للناس أي أكثر ما يدخل الناس الجنة حسن الخلق وكان يقولهم عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا لا يدركوا بحسن خلقه درجة الصائم بالنهار القائم بالليل يعني هذا الترغيب عظيم على بش الناس تمشي نحو الخلق الحسن لا وش عنده؟ عنده مزيج عنده مزيج من المجتمع عنده الرومي وعنده الحبشي وعنده القرشي وعنده الخزرجي وعنده حتى اليهودي الذي أسلم يعني عنده مزيج من الناس عيشين معه النبي عليه الصلاة والسلام وكل بمزاجه إذن كان واحد الحاجة تجذب الناس نحو حسن الخلق ومنها تتجلى التربية وهي تلك الأحاديث لي فيها ترغيب وهي أحاديث كثيرة جدا كذلك كان يرهبهم في سوء الخلق من بين ذلك شوفوا الآن الغيبة والنميمة والبهتان والقذف كلها كبائر كلها كبائر منها من هو أكثر من الكبيرة بمعنى موبقة مهلكة شوف القذف المحصنات الغافلات الليسان وشي خرج كلها النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث حتى في الآيات كلها فيها الشدة من الله تبارك وتعالى ومن نبي عليه الصلاة والسلام غيبة نميمة البهتان الطعن في الأعراض في الأنساب القذف هذه كلها سب كذلك الشتم كلها كان فيها تهديد من بين على رأسهم حديث المفلس المفلس الذي بيّن فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يأتي يوم القيامة قال في رواية بصالة وصيام بعدها كان عابداً سبحان الله كان عابداً هذا الرجل ومع ذلك يخرج مفلس لماذا؟ سب هذا وضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا خمس صيفات ذكرهم النبي عليه الصلاة والسلام يجي يوم القيامة سيء الخلق هذه الخلاصة أن تعوه فراحت الحسنات عند الناس أو في حيز الناس الذين كانوا ضحية لأخلاقه السيئة كذلك وبها نختم إن شاء الله تبارك وتعالى من صفات تربية النبي عليه الصلاة والسلام هي التربية على الاحترام الاحترام يخواني الكرام احنا اليوم اليوم احنا والله بحاجة إلى هدوء وراحة شوف نتناقش تخيلوا 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 احنا يا نتناقش على يوم العيد على مسألة في يوم العيد يوم العيد عابوكش معتها يوم العيد متها يوم العيد تضحك وتقصر وتمرح سعادة نتناقش على منحة ربانية ليلة القدر من حتى ربي سبحانه وتعالى عاطية من الله نتناقشوا عليها نتضاربوا نتناقشوا بالبغضاء ونديروا فيها ولاء وبراء ونشوف بالعنف والسب ونشوف أشياء كثيرة والضغائن في القلوب نسأل الله السلامة والعافية ما جاءت مسألة من مسائل فقه لماذا نتخاصم في هذه الطريقة؟ نحن بحاجة إلى راحة وهدوء عندنا الفقه معركة عندنا الكلام شوفوا كنت ناقشوا هنا ويكبرك برد وكان قصروا قصارينا نحكيوا شكون طنوبي المليحة هذه ولا هذي نتضاربوا شكون ديازال ولا ليسون صخير نتضاربوا ناو انت علا نتضاربوا علاه يكي نقاش علمي انت تستفد مني نستفد منك علا ما عندناش الهدوء قولك علاه لأنه ما كيش احترام الاحترام من احترموش بعضنا البعض الاحترام في الكلام احترام في الرأي احترام رأيي معليش خليني نتكلم النبي عليه الصلاة والسلام جاءوا كفار يحملون الضلال سمع منهم قالوا افرغت يا ابو الوليد يتكلم السيدرة هو يعرب في اشياء ضد ربي سبحانه وتعالى رأيي حارب في دين الله كافر قالوا النبي عليه الصلاة والسلام خليه يتكلم كمل بليح قالوا افرغت يا ابو الوليد قالوا نقدر نتكلم برقاء احنا والو نرفضوا صوتنا على البط نحن كما قال احد الدعات قال كلمة جميلة قال لي نحن بحاجة الى هدوء نرتاحهم شوية وتكون بيننا الرحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المجتمع على الاحترام بكل فئاته ثلث فئات انت انت دائما تكون ثالث الفئات دائما عندك واحد صغير عليك وواحد كبير عليك دائما عندك جيل تحتك وجيل فوقك هذك الاجياء الهدومة النبي عليه الصلاة والسلام عطالك معلم تمشي به قال ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا شوف كيفاه اعطاك احترم انسان كبير احترم احترم هذاك الانسان وهذاك الصغير هذا ارحمه اعطي له رحمة وليذلك عليه الصلاة والسلام علم هذا ميدانيا قال له يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك وش معلته كل مما يليك كل مما يليك مالقصعة مالقصعة من ربك تحترم الناس اللي يوم قدامك تتربى ومن بعدها تتربى معهم في السفاسيونمون في الفيروج في لاشان في الميترو في كل مكان تعود تحتارب من القصعة النبي عليه السلام تقدر انطلاقة على الاحترام والطربية قالوا وكل من ما يليك وش معتها كل من ما يليك عندها معنى كبير تتربى لها عندها معنى كبير علاه ذوق احنا نكونوا مجتمعين في قصعة والأخ روي يأكل قدامي وهذا كل الأخ روي يأكل قدامي والأخ لاخر يأكل قدامي الآن عينه رمات الحاجة وحبي يأكل من شيء معين أنا الديهالو من عنده لا خليه يأكل لذيك الحاجة وانا ناكل من جهتي واكتفي واحرص دائما على ان احترم غيري كين تربى ويربيني بابا فالدار بهذه الطريقة كين نكبر ويموت الوالدين نحتارم الميراث انتع غيري حنايا مصغر مصغر نولفو ناكلو غيرنا نولفو الناس ياكلوا اكتر سمعت احد المربين يقول يقول شوف خطأ طربوي خطأ طربوي بهذا نختم شاء الله يقول خطأ طربوي وش يدير الاولاد يجيب منهم مثلا الاب مثلا الموز يقسم منهم كلها دي يقولوا حبا حبا والأم تدي حبا ومن بعده وش يديروا واحد من الولاد يكمل حقه يسنى يمه يمه وش يدير قطع تمد نصف ساحة لواحد من الولادها علاه لانه هادك كناو مش بعش والاخرين تاني كناو صح ما طلبوش والفو يحترموا حقهم يكبر الولد هادك قالوا غالبا هادك الولد يكبر هو اللي يكون ظالم في المعارف والف يدي زيادة تربى عليها التربى هو ما عجبوش هذيك العدس لازم تقيله استاكل هو التربى لازم يديها لن يجيه تطريق وبعد يقول كان الحوانت لجيه تطريق أنا نديها وهذيك المرد الشابة هذي أنا نديها علاه لأنه نولف نقل استاكل عدس التربى مصغر النبي عليه الصلاة والسلام والقصعة قالوا لا لا تفل صغير قال كان تطيشه يدي يمين من شمالا صغير تفل صغير قالوا يا غولا بسم الله عندك احترام مع الله لازم يكون لولا ليعطاك النعمة والأمر الثاني كل بيمينك لنفسك انتايا والأمر الثالث احترم غيرك كن مما يليك ملتم انتايا يكون منطلق يتربى الإنسان وشوف الآن الصحابة كيف تربىوا في هذك العصر لا تليفون لوالو ولكن أخلاق عجيبة وجيل فريد من نوعه نسأل الله عز وجل أن يرضى عنهم هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في جنات الفردوس الأعلى كما جمعنا في هذا المسجد المبارك نشكر للشيخ أمين على هذه الدعوة وعلى حصن الظن فينا ونسأل الله سبحانه وتعالى بارك في الجهود والله أعلم الحمد لله رب العالمين